طيب احنا اتكلمنا على النادي الاهلي انت بعيد عن النادي الزمالك؟ انا طبعا بعيد ليه؟ بعيد بقى لمدة كبيرة جدا ليه؟ ان فيه اوضاع ما كانتش عجباني طبعا نعم وعشان كده انا ببعد دي جزء الجزء التاني ان انا مشغول باستمرار في شغلي في انما فيه اتصالات باستمرار مع مسؤولين في نادي الزمالك والكلام ده؟ يمكن الفترة اللي فاتت لما اللي هو عماد كان موجود وده صديق عزيز جدا شخصية جميلة شخصية محترمة جدا طبعا كنت على اتصال به وقبل كده انا هو صديق يعني فكنت على اتصال به لكن اللجنة الجديدة مع كابتن حسين لبيب لا انا ما حصلش اي اتصال لسه ولكن مع زمالي بقى مع كابتن حسن طبعا على تواصل انا هنتكلم عليه اه طبعا مع الخواجة مع غانم مع فاروق كده يعني ابنا تواصل يعني طب كابتن حلمي بيستمرار جولك ايه ولاد الزمالك بعيد عن نادي الزمالك لو طلب منك حاجة دلوقتي في الفترة الزمانية اللي احنا فيها دي لنادي الزمالك هتعمل ايه عناية لنادي الزمالك اي شيء يطلب مني اي حاجة في اي وقت طبعا لا يمكن ما اقدرش اتأخر لحظة لان ده فرض مش واجب ده فرض ده فرض على البيت لما يطلب اي حاجة لا انا تحت امر النادي طبعا يعني تزعل من نقد لا خلص نهائي لا لا خلص طيب بس النقد الشخصي لا يعني انا ازعل من نقد في شغلي نعم اما ازعلش من النقد في شغلي لكن حتنقضني في شخصي حاجة شخصية لا دي بعيدة خالة ترجمة نانسي قطعة ترجمة نانسي قنقصة